كيكة الدكوة السودانية بصراحة كيكة اسفنجية وطعمها خيالي ورهيب جدا جدا لازم تجربوها وانا وبزين الكيكة دي احابة ان احنا كلنا ناخد دقيقة ونرفع قلوبنا ربنا ونصلي من اجل السلام في السودان وربنا يصلح حالة السودان ويجعل سلام ويرجع السودان افضل من زمان ودعى لمسودان اهداء لكل السودانين الموجودين حول العالم المقادير كباية من السكر ومعاها كباية وربع من اللبنة وحليب بحرة الغرفة نصف كباية من زيت زهرة الشمس وزبدة الفول دي او الدكوة دي ما فيها اي اضافات ولا حتى سكر ولا ملح ولا كمان فيها زيت النخيل خمسة بلاعك كبيرة من زبدة الفولة والدكوة احنا مقولوا عليها الدكوة زرة من الملح وبخلطهم بالخلاطة كده كويس وبالمناسبة انا برضو ضفت نصف ملعقة صغيرة من الجرفة بس ما ظهرت في الفيديو بشيل من الخليط ده كباية وبجيت الخليط بضيف ليه وثلاثة بيضات بحرة الغرفة نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا ومكتوا الفانيليا عشان احنا عايزين يعني طعم الدكوة بخلطهم وهنا بنخل كباية من الدقيق معاها ملعة كبيرة من الباكين باودر وبخلط الجاف مع السائل وبكون مسخنا فون على درجة حرار 180 وهنا في الصينية الصغيرة دهناها بيعني الزبدة وفيها ورقة الزبدة من تحت وبخبط الصينية عشان اسرغ اي يعني فقطيع منها او هوا وبتاخد تقريبا 35 دقيقة ودي هي كاكة الدكوة السودانية بعد كده هي ودافية كده انا بشيل من الخليط ده ملعقتين كبار وبحلهم بتلك تربع كباية من اللبن او الحليب وبخرم يعني الكاكة عشان ازقيها بالمحلول دي وبقية الخليط برضو الاخدناه على الجام دي بتاع الدكوة انا بضيف لي وملعقتين كبار من النوتلا او زبدة البندق وبسيحهم في المايكرويف وبغطي الكاكة دي وهي دي كاكة الدكوة السودانية وبصراحة لو جربتوها هتعجبكم كتير جدا جدا بزينا بجوز الهند عشان عايز اعمل يعني كأنه اعياد الكريسمس واحنا طبعا في السودان يعني متنوع الديانات بنحتفل كلنا مع بعض وربنا يستحى للسودان قولوا امين وان شاء الله الفيديو تلاكس بلور يصل المليون